ومن الخرطوم ينضم إلينا أشرف عبد العزيز الكاتب والمحلل السياسي سيد عبد العزيز بعد التحية الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان هل الطريق ممهد لسلام حقيقي إذا كنت تقصد بحركة جيش تحرير السودان هو عبد الواحد محمد نور بالتأكيد هناك محاولات جديدة ظهرت على السطح فمعلوم أن رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك قد التغى بعبد الواحد محمد نور في فرنسا في باريس وبعد ذلك ايضا اتصل عليه إبال لقائب الخلو في أديس أبابا وأكد عبد الواحد محمد نور على المضي قدما في عملية السلام الجديد في القضية أن عبد الواحد محمد نور نفسه قد أطلع تصريحات بدت مرنة وإيجابية عندما قال أنه كان يمكن أن يأتي إلى السودان لو لا كورونا ولكنه الآن بات جاهزا للغدوم إلى الخرطوم للتبحث حول السلام والذي وضع له شروطا تكاد هي شروط ليست مستحيلة هو قال أنه يجب نعم طيب سيد عبد العزيز هذا بالنسبة لجناح عبد الواحد محمد نور ولكن ماذا عن الجناح الآخر من الحركة وهو جناح عبد العزيز الحل هو عبد العزيز الحلو يدبع لجناح الحركة الشعبية الشمال التي هي انقسمت إلى فستاطين الحركة الشعبية الشمال وغيادة الحلو والأخرى بغيادة مالك عقار عبد العزيز الحلو كان لديه تحفظات على نائب رئيس المجلس السيادي ورئيس الوفد المفاوت الفريق دقلو ولكن اليوم كانت هناك مفاجئة داوية بالتغاء الطرفين ويبدو أن ثم الضغوط كانت من دولة جنوب السودان التي تغوض الوساطة على الحلو باعتبار أن الحلو لديه كثير من المصالح مع دولة جنوب السودان فهو كان جزء لا يتجزأ عن الحركة الشعبية الأم بالإضافة لأيضا أن بنك الجبال هو أحد البنوك التي تتبع لعبد العزيز الحلو تتواجد في جوه بالإضافة لكثير من المصالح ويبدو أن الحلو تراجع الآن وقبل بلغاء دقلو وهذا يعد في حد ذاته خطوة إيجابية ولكن العملية السنية نعم أليست هناك من عراقيل بالتأكيد هناك عراقيل وتحديات تواجه هذا التفاوض وإن بدأ فالحلو كان يقد اشترط لدى لغاه الأخير بحبدك بأنه لا بد من حسم غضية فصل الدين على الدولة قبل البدء في العملية التفاوضية أصلا وكان هناك اتفاق على مزيد من التشعور الآن ستمضي ذات الورش لتقرر في ذلك خاصة وأن هناك أيضا أصوات ترفض ذلك في غيوة الحرية والتغيير وتعتبر أن مزألة العلمانية هذه غير مخول بها للسلطة الحالية وإنما للسلطة المنتخبة القادمة هو المؤتمر الدستوري إذن هي هذه واحدة من العقبات ولكن موافقة عبدالعز الحلو على الجلوس مع دقلو تعني أن هناك تقدم كبيرا في هذا الملف قطر التحدي الثاني أريد أن أكمله هو أن هل سيوقع عبدالعز الحلو اتفاق السلام ملحقا باتفاق السلام جوا أم يوقع اتفاق السلام لوحده هذا أيضا واحد من التحديات التي تتواجه سيد عبدالعزيز لن تطعن في الظهر أبدا ما الذي دفع حمدان دقلو لأن يوجه هذه العبارة إلى عبدالعزيز الحلو باعتبار أنه أراد أن ينفي اتهامات كانت قد أوردتها الحركة الشعبية بأن غوات دقلو وغوات الدعم السريع قد ساندت بعض الماليشيات القبلية في المنطقة التي يسيطر عليها الحلو وغامت باعتداءات على مجموعة من جنوده وأسفر ذلك عن وغوع بحايا فحمل الحلو أو حركته حملت دقلو بأنه كان وراء هذا الاعتداء وبذلك رفضت أن يكون دقلو هو الشخص الذي تتفاوض وعاه من غبل الحكومة ولكن المجلس السيادي أصر على إبقاء دقلو على سدة الملف وبالتالي استمرت الضغوطات إلى أن تراجع الحلو الآن أو إلى أن وافق الحلو الآن بأن يجلس مع دقلو مجددا أشكرك شكرا جزيلا ضيفنا من العاصمة الخرطوم أشرف عبد العزيز الكاتب والمحلل السياسي